يقول يعني استمعت إلى مقطع لك بأن حلق الله يحرام يقول أنصح أحاول أنصح بعض أصحابي ينقلون عن مثلا نوي رحمه الله بأنه مكروه وشيء من هذا القبيل يقول كيف أنصحهم يا محمد بارك الله فيك وشكر الله سعيك وأثابك وواضح بأنه عندك رغبة في الخير ومحبة الخير للناس واستمر على هذا الطريق لكن عليك أن تلاحظ مجموعة مسائل أولا إخلاص النية احرص دائما أن يكون دعوتك وتعليمك وتبليغك للخير بإخلاص نية وصلاح طوية تريد الأجر من الله وتبتغي الثواب من الله عز وجل الأمر الثاني أن يكون لديك علم بالذي تريد أن تأمر به أو تنهى عنه لا بد يكون عندك علم بهذه المسألة وتراجعها وتراجع العلماء الشيء الثالث أن تستعمل الرفق واللين بدعوة الآخرين بمعنى تتلطف معهم فبما رحمة من الله لنت لهم فقول له قول اللينة قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الرفق ما كان في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة اختيار الزمان والمكان والحال أحيانا أنت لما تجي لمجموعة أصحابك وتعظهم أو تذكرهم أو تأمرهم بشيء أحيانا ما ينفع لماذا؟ يعني دائما أغلب الناس يعني ما يسمى بالعقل الجمعي هذا يفكر بأقوى شخص في المجموعة فإذا قال كلمة تبعه لا ممكن أن تنفلد أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة يعني تأخذ مثلا شخص تثق بعقله وبدينه وإنه فعلا عاقل وممكن يستجيب تكلم بينك وبينه حتى لا يؤثر عليه الآخرون يؤثرون عليه كذلك أبارك الله فيك وهذه مهم أنه ما يلزمك هدايتهم ولا تنتظر لازم يستجيبون لكلامك هذه حتى للنبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع الله عز وجل ماذا يقول للنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء مع أن الله تعالى ماذا قال له قال وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم أي هداية هداية الدلالة والإرشاد يدل الناس علم الناس لكن هداية التويق بيدلة فأنت لما تجي تقول لهم الله مثلا كذا حرام وكذا واجب أنت طيب أنك تنظر إلى الثمرة الاستجابة لكن إذا ما استجابوا أنت الكسبان أنت أجرت مع الله عز وجل أنت لك الأجر والثواب والهداية بيد الله عز وجل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها لاحظت هذه فأنت لا بد أن يكون حماسك من ضبط ما تروح تقول والله أنا وبعدين إذا قالوا لك وأوردوا لك خلاص دخلت الآن في معركة معهم صار يضربون كلام العلماء بعضه وبعض قلوا سامحوني أنا والله سمعت يعني كلام وفتوى بدليل بدليل ولذلك سامحوني أنا ما أدخل معكم في نقاش أنا والله محب لكم وأنا أخبرتكم بهذا بس وتنتهي القضية ترجمة نانسي قنقر